أهلا بكم في قناتنا، سنقدم لكم في هذا الفيديو آخر أخبار مشاهير العالم والمشاهير العرب من خلال الإطلالات التي تم نشرها عبر صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي جورجينا زوجة كريستيانو رونالدو تتألق في مهرجان فينيتسيا السينمائي خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، زوجة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، الأنظار خلال حضورها مهرجان فينيتسيا السينمائية في إيطاليا حيث ارتدت فستانا جريئا باللون الأبيض، جاء مكشوفا بشكل كامل عن الكتفين والظهر، وطويل من الأسفل، واستعرضت جورجينا جمالها ورشاقتها وتناسق قوامها وهي تمشي على السجادة الحمراء فيما تهافت المصورون والصحفيون لالتقاط الصور لها، وقد بدت العارضة الإسبانية في غاية الجمال والأناقة، وهي تتميل بكل ثقة أمام الكاميرات وقامت جورجينا بنشر مقطع فيديو عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال إعجاب الملايين من المتابعين ورواد المواقع إليزابيس هيرلي الممثلة التي لا تشيخ أبدا أبهرت الممثلة البريطانية إليزابيس هيرلي المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، برشاقتها وتناسق قوامها وحفاظها على وزن مثالي، على الرغم من بلوغها سن الثامنة والخمسين سنة حيث أطلت على المتابعين، بينما كانت تمارس السباحة، وهي ترتدي لباس بحر جريء أبيض اللوني، كما لفتت الأنظار بنظارة بشرتها وعدم ظهور أي تجاعد على وجهها وكانت هيرلي أوضحت في إحدى المقابلات التلفزيونية أن سر محافظتها على جمالها ورشاقتها هو اعتمادها على نظام غذائي صحي خال من الدهون، كما ممارستها الرياضة بشكل يومي ومنتظم وقد لاق المقطع المصور الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق أنستغرام، تفاعلاً كبيراً لدى محبيها وجمهورها هيفا وهبي تشعل ليالي مصر أشعلت النجمة اللبنانية هيفا وهبي ليالي الساحل الشمالي في جمهورية مصر العربية، بعد إحيائها حفلاً غنائياً، حضره عدد كبير جداً من جمهور الفنانة اللبنانية وتألقت هيفا بأناقتها حيث ارتدت سروالاً ضيقاً مع قميص مكشوف عن الكتفين والظهر، فيما اعتمدت تسريحة شعر أبقتها منسدلة على الكتفين، وأدت هيفا مجموعة من أشهر أغانيها خلال الحفل نالت إعجاب الحاضرين الذين تفاعلوا معها رقصاً وتصفيقاً